التأخير يكون عنده تفسير من طبع سياسي لأنه عملية التأخير مش محايدة يعني مش لأسباب فقط تقنية فيما زادة أسباب تتعلق أيضا بوضع الهيئة نفسها اللي خلاته أنه عملية المسلسل الانتخابي اللي هو مسلسل الانتخابي إذا كان حلقة من حلقاته تكون غايبة بالطبع يتوقف يعني في من الحلقة المركزية اللي فيه هي وجود قانون قانون الانتخاب يتأخر يعني كتير ووجود هيئة الهيئة كما تعرفوا عاشت عدة إشكاليات من استقالة الرئيس السابق إلى عملية التعويض إلى إله انتخابات البلدية يحبوا يحصروها في قد في رهانات محلية يعني في وكثيرا ما يعني يحصروها في أشياء متاع سبلة والخروبة وانضاف ومش انضاف انتخابات البلدية مش هكا في الدستور متاعنا جديد تطرح أولين إشكالية المركزية اللي هي أكبر شانتي متاع إسلاح الدولة في تونس هما الدول اللي هي متمرسة في قدية المركزية عدوا سنوات وسنوات وما زالوا قيموا في عملية المركزية فنهيكة تونس تطرح أيضا المغزم تاع الانتخابات البلدية ما عندوش علاقة بالبلديات السابقة البلديات الجديدة هي سلطة محلية سلطة يعني جزء من الدولة الدولة الجديدة مش الدولة القديمة يعني إذا نجموا سميوها الدولة اللامركزية المحلية الثاني حاجة إذا كان نحصروها فقط وهذا مهنية في أشياء محلية نحب أن ننزع عنها الطابعة السياسية الانتخابات البلدية لها طابعة سياسية وخاصة أن تجي في إطار أو في مرحلة معينة كما تطبع سياسية يعني نقروه كما كل الانتخابات بستيل فيها استنتاجات سياسية شكون الربح وشكون الاخسر ما معنى الانتصار ومعنى الخسائر في مني وبالتالي مش تكون عندها تأثير كبير على المشهد السياسي أو على إعادة ترتيب المشهد السياسي حسب النتائج اللي بيش تخرج منها الانتخابات البلدية أولا السياق الدستوري أقل ما يقال فيه أنه متعطل ومتأخر لأن الآليات الدستوري بيضها لم تستكمل إلى حد الآن وخاصة الآليات الرقابة اللي هي فرورية ونعرفوا أنه اليوم الرقابة سيكون الرقابة متاع السلطات التنفيذية أو سلطات الدستورية نفس السلطات التشريعية أو حتى سلطات القضائية كلها موقفة نحكيوا المجلس الأعلى القضاء وحتى المحكمة الدستورية إلى غيرها الهيئات ما نحكيوش على هيئات الدستورية المستقلة اللي هي في جوزها الكبير ما زالت ما علاوة عن أنه فمش كني هاجم فيها ويطرح يتساءل على وجودها رئيس الجمهورية بيضوا يقولوا إيشني يا الحكاية هذه هفهمني إيه الحكاية هذه حكاية دستورية المسار السياسي اللي قلت متخصص يعني خاصيته الأساسية هي وضع من العطب بلوكاج هفهمني ونتيجته هي شعور بأحباط وعدم الثقة وشي من انتكاسها اللي صارت عند نفسية عند العباد هو خصائص لأنه نتائجه هو أنه في الواقع التحالف سياسي ساير ما بين قطبين قطب إسلامي مثل بالنهضة أو قطب محافظ آخر يعني توا أنا شويتري جونتي قالي خلق المحافظة مسبوقت الحاضر اسمه ما تبقى من إذا تونس ولا أدري كيف أتعبير عليه ولكن شنية خاصية القطبين أنه قطبين محافظين يعني رؤيتهم للمجتمع التونسي يعني ولو أنهم عندهم يعني بعض الشي من الاختلافات فهمني رؤية محافظة ما عندهم مش مشروع للبلاد كل المشروع أنهم يحافظوا على السلطة ويتقاسموا على السلطة على مستوى السياسات العامة سواء كان السياسة الاقتصادية أو السياسة التربوية أو السياسة الشبابية أو السياسة الثقافية مع أنه ما نلقاوش حاجات اللي فيها مشروعه وفيها تفكيره كل ما فيما هم يوعدون إنتاج بعض الروسيات الماضي يعني فهمني وجوانا بمنطق بربي طون نجيبه لتكنقرات بتاع بن علي ويحلون المشكلة يشتروا الحكومة بتاع بالشاهدة اشترها ارسي ديست اشتر بالضبط ارسي ديست وكأنه التكنقرات اللي خدموا الدكتاتورية عند بن علي باش يحلون المشكلة بتاع الاقتصاد معنى أوهام يعني فهمني أكثر منها ولكن الأوهام هذه في ذل حالة لحبات تجم تأثر على بعض من التوانسة يعني فهمني لون كل وضع السياسي والسياق السياسي بدو ما يبشرش بخير فهمني وهذا يساعد بعض الأطراف لأنه كي ينعكس هو بالعزوف الانتخابي يساعد الناس اللي هي منظمة لأنه أكثر ما يكون فهمة عزوف انتخابي أكثر من الأحزاب اللي هي منظمة تربح في الانتخابات يعني وهي تشد تمسك بالوضع وهذه عملية سياسية استراتيجية سياسية علاوة على أنه الاستراتيجية متاع القطب المحافظ هو في رأيي تشفيف تشفيف الحياة السياسية وإجبار كل الأطراف اللي حولها أنها تصطف وراء هذا وراء ذاك أنا في رأيي فيما ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي المرحلة المرحلة من 14 نجاف اللي انتخابات بتاع التأسيسي واللي كانت هي مرحلة أدارها في الحقيقة المجلس الهيئة العليا للتحقيق الداخل في التوريخ كان لوقت ذاك رابوردو فورس ميزان القوى ما كانش صالح للحكومة أو للسلطة التنفيذية الدولة كانت ضعيفة ممثلة غادي وكان المجتمع بصورة عامة كان عنده وقت هذه المرحلة الأولى وفي الواقع المرحلة هذه أدارها المجتمع المدني كي تشوف أنت الهيئة العليا تحقيق هذا في التورة في تركيبتها في من المجتمع المدني هذه المرحلة الأولى لكن المرحلة هذه هي الهدف من الناس نعمل دستور جديد ما معنى دستور جديد؟ يعني نحب نبني نظام جديد ننصف به نعمل دستور هي القاعدة القانونية الأساسية ننصف به القاعدة القانونية بتاع النظام القديم اللي كان فما هو أفكار ديزيدي أفكار رئيسي يزمنا كل مركزية وديمقراطية تشاركية ما نحكيوش على دستور وقتها نحكيوه على انتخابات فهمني وانتهت بالانتخابات متاع التأسيس هذه المرحلة الثانية المرحلة الثانية اللي عادرها الترويكا الأحزاب بعد الانتخابات أعطعت السلطة إلى الأحزاب والإدامة لحد الانتخابات 2014 يعني لحد يعني الدستور التوافق على الدستور وهذه مرحلة دارت الأحزاب ونعرف وشنية خاصياتها الأساسية يعني فهمني هنا صار نقاشات في وسط المجلس الدستوري وفي وسط المجتمع ولكن نقاشات كانت معناها ميزتها الرئيسية هي عملية تناحر يعني في العموم فيما يتعلق بالحريات المجتمع تفاعل بشكل معا ولكن فيما يتعلق بهوه مؤسساتي ما صارش فيها نقاشات في كل كيفية عنا دستور اللي في مجال حريات النجم النقاء وحاجات كونسسطنت في مجال المؤسسات ما صارش فيها تعميقة كبيرة وذك عليش عن اختلافات كبيرة في كيفاش انترجموا بعض المبادئ اللي صارت كما اللامركزية وكما مفهومة الديمقراطية التشاركية وذك عليش عليش عنا زاد رؤية مختلفة فيما تعلق بالانتخابات الانتخابات مثلا مش عملية تقنية انتخابات عملية سياسية اجتماعية جات المرحلة اللي بعد متاع 2014 وبعد الانتخابات يعني اللي هي بالطبع احنا طوال المرحلة الثالثة اللي هي عبارة عن ديزون فترة الثالثة في باننا انه بعد الدصور في بان السكول الامور تستقر الامور والناس تولي عنا اجابات حول الرهانات اللي تراكمت عدينا من 2011 ل2014 نحكيونك السياسة نسينا الاقتصاد نسينا الثقاف نسينا المجتمع ما فيماش كلها توقفت ذكروا حتى الانتفاقات اللي صارت الاجتماعية المبين الاتحاد اللي عام تنسي للشغل الحكومة كلها كان توقفت على اساسا انه دابور ننجحوا عملية العملية الدستورية ونعموا انتخابات وبعد نتلهو بالامر ذات لو دا ذكروا الوقت اللي كانت حكومة حبيب السيد دوب ما جاءت هي جاءت في جانبي الحركات الاجتماعية اللي صارت في جانبي في فيفري مارس ما صارت شي بالداريخ البلاد لذربات اللي صارت خطر الناس قال لك احنا السنين ياسر عم وعدونا باتفاقات بوحدة مهنية وقت حكومة المهدي جمعة ووقت حكومة التروي كان حربوا طوال طب وفكت في مو هذا كسار يعني سار لانه المرحلة ذي اللي بعد 14 الناس كانت تتظار فيها لاني تاخذ ثمرت لانتظار اني صار من 2011 إلى 2014 هذا ما صار يعني والمشهد الحزبي اللي تحكالي تبنيه على هذا موزين القواذي ذيك ليش ما عملوا كلجنة التوافقات اللي هي عبارة عن تونسية يعني تشوش ما نهاية توافقات تقول انت عندك مجلس ويحكيه وليجين متاعه ومؤسسة متاعه وبعد تعملي لجنة ينظر فيه تجتمع وتقولي توافقات وجيت تفرلها على 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 الجميع اهمني وصارت زيادة بانحرافات كبيرة لانه وين صار الانحراف يعني اوتوماتيكية والبقية اصبحها سينما همني بعد ان اعرفوا اذا كانوا يتفهموا زوساية تتعدى الامور وهذا ما صار بصورة برنيسيوز من تحت لتحت اللي هو النظام اللي عنا مش نظام رئاسوي ولكن حب الرضوه دفت رئاسوي حكومة الحبيب السيد وقع عليها نوع من الانكلاب في كارتاج سيبالو بروسوسوس نورمال حكومة الحبيب السيد معينهاش رئيس الجمهورية الثقة اللي تعتلت تعتلتها من المجلس نواب الشعب ومع هذا اللي صار البروسوسوس كامل بتاع قلب حكومة الحبيب السيد صار في كارتاج ما يقول ليش الاخر يقول لي ولا هانا ما عنديش حتى دخل سمعت لا عندك داخل والرئاسة والمستشير متاعها يخدموا على هذا الاساس والوثيقة متاع قلت وقع تحريرها في كارتاج واللقاءات اللي صارت صارت في كارتاج والاسامية متاع الوزر ومتاع الوزر في كارتاج يوينو مجلس نواب الشعب اللي هو يعطي في الثقة وتشوف الريديوكول فين وقت اللي صارت عملت الثقة وقت رأي حبيب السيد قال لي انا نعترف كان بالمجلس نواب الشعب هما يقولولو استخيل قالوا ما انا مستخيلش نمشي انا الثقة خليتها من عند مجلس نواب الشعب يعملولو تصفيقة هايلة كبيرة يسميوها بالانجليزية فهمني ويصوتوا كلهم تقريبا بالإجباع ثلاثة بركة صوتوا ضد فهمني عدم اعترف ثقة شوف كده وبعد يجو يبصوه الكل راهو نظام الاختراع راهو مش حاجة موصلتة اختياري يهدف الى تحقيق اهداف سياسية معاينة فماش نظام اقتراع موحاين نعم كل نظام تختاره خطر تحب نتيجة حددته بنتيجة معاينة النظام الاقتراع امتاع اكثر البقايا صار فيه سياق معاين كان هو التأسيس شنوه كانت التفكار قلنا هو دستور اول حاجة شكوم شكت بالدستورة ذا قلنا دينا بالسلب قلنا جماعة اللي هما داسوا دستور ومبادئ الدستور اذا كان ناحيوه فصل 15 المناشدين وكذا احسرناها وقتها في المناشدين وكذا به وشكون الاخرين اللي بيش يشاركوا حددنا قلنا اولويات اول حاجة دستور ما معنا هو سلالوافن القانون العزمي يجب تشرك فيها اكثر العائلات الفلسفية والفكرية والسياسية متاع البلاد مش معلها اغلبية واقلية واحد اثنين عملنا التمييز الايجابي فيما يتعلق بالممثلين متاع متاع الجهات ومتاع الشباب ومتاع المرأة كيف كيف حكينا انه نظام متاع الاقتراع متاع القواء والنسبي باكثر بقايا هو الافضل يعني الناجم يسير عن وعي في نفس الدائرة تقى واحد يعني نائب ينتخب ستين الف ونائب في نفس الدائرة ينتخب بل فين لكن نائب اللي ينتخب ستين الف ومثل عن حزب كبير ونائب اللي ينتخب بل فين ومثل عن حزب صغير ولا على قايمة صغيرة لكن الزوز بش يكونوا يشاركوا في كتابة الدستور هلين يسير نلقاش شنو الشكل نظام الاقتراع لنجم يساعدنا في المرحلة هذية روصي نقاش سياسي دابار ونستخدم منه اهداف مثلا شنو هدفنا نقوله مثلا الاستقرار الحكومي طريق زون اللي هي يتالبوا فيها الناس اللي تنمول نتمول وقول لك اخوة انا حاشتي بستابلتي مجيليش نهارو بدللي زيرو بدللي حكومة وبعد شنعمل فهمني عندي لمه عندك هدف اخر وعلى هيدا الاساس نعملوا نظام الور هنا يلخصوها حصروا القضية في ساعة في ساعة وقالوا ليه يزيبنا نرجعوا النظام الاغلبي فهمني عليها النظام قال لك يا خاتر يزيبنا لكون عندنا حكم اخوي ويزيبنا السلطة يعني اللي هي يعني اللي تحكم ما تكونش عندها تكون عندها الامكانيات الاشتشريعية وغالي بيش تنفذ السياسات ايو كيفاش نرقبوها كيفاش نجمو نعملو احنا رأينا ما عادش في قبل الوقت يزيبنا السلطة يزيبنا عندها سلطة مضادة وانا في رأيي النظام الاقتراعي غير مناسب اللي موجود اليوم وليتطبق بعد في الامر 14 وليحبوا تطبقوه في الجماعات المحلية جماعات المحلية كيفاش يتطبق النظام الاقتراعي بش يكون على شاكلة المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب اليوم يعني عبارة عن إيبار بيمون متاع دي بوا وعندك الحزب والقامة عندها 30% تحكم في الكل وتعمل ايش تحب تعمل ايش تحب 30% تعمل ايش تحب هذا مش ديمقراطية تفهم اشكالية كبيرة في متعلق بالهيئات كلها يقع انتخابها من مجلس النواب الشعب مما هو ما اسم الاستقلالية بتاعه ماس واضح وانو ما عادش استقلالية لانو الاختيار صحيح مش على اساس المعايير الموضوعية والكفاءة وكذا الاختيار صحيح لخطر حسابات وشنية الحسابات في الهيئة الحسابات في الهيئة هما تسعد انا يجب ان يكون عندي الاغلبية بعم بورتش كون يمثل عندي اغلبية بالاغلبية ديك ايش متصرر في الهيئة هذاك عليس يسرسار استقال لانو ما عادش عنده الاغلبية اصبح اقلي هذا السبب هو يعمل هكا وقالوا له احنا احنا خمسة ضد اربعة ولا ستة ضد ثلاثة عنده من العلبية وانه هذا لعب دور تحتيمي والمرة الاخيرة لعب دور تحتيمي مع تحالف مع اليداة تونس كل واضح لانو الحكم اللي بش يحكم اللي بش يزفر اللي بش يقول هكا ما عادش عنده مزدقية مش هدهولي انت من داخل اغلبية ولا بتاثيرات اخرى مش همني نصدق اللي النتائج اللي بش يصير النتائج فعلا يعني عندها مزدقية ونقبلها فهمني هذا الاختر ما فيماشي ما اخطر من التشكيك في الانتخابات ما فيماشي ما اخطر من التشكيك فما بلدان دخلت في حروب اهلية لانها شكوا في انتخابات كانت لابس عليها فهمني قاعدين الناس اللابس عليهم عملوا انتخابات شكوا فيها التراب دخلوا في حرب اهلية المسار الديموقراطي تطلب اصلاحات كبيرة اول اصلاحات هي اصلاحات الدولة يعني يزم الدولة تتبدل فهمني تتبدل بشكل اللي هي تناسب مع الحالة اللي يعنا فيها علاوة على السياسية تمتاحها لكل كده هذا مسار لانه مع الاسف فما الوضع ديه ولكن ما يزمش نفقده الامل فقط لك سفقulture اشتركوا في القناة المشاركة ترجمة نانسي قنقر